هو الحقيقة ده تجويد أو جودة الحياة للمواطن في وسائل المعيشة ده توجهة من كان من السيد الرئيس لكل مجموعة المحافظين ده هو التكليف في الاجتماع الأولين التكليف الأولين الحقيقة فكان التكليف الأول تكليف على قطاعين قطاع الصحة والتعليم القطاع التعليم الحقيقة الدولة منتهجة حاليا التحول يعني صورة في التعليم من التحول من التعليم الورقي اللي احنا اعتدنا عليه إلى التعليم المميكان التابلت الصبرات التفاعلية وأن انت بتبتدي من مرحلة السنوي أولى سنوي عشان يستعد للجامعة وتبتدي من الأولى اللي ابتدائي عشان تستكمل بعد كده سنوات احنا دلوقتي السنة التانية حقيقة احنا بننزل على المدارس بنشوف التأسيس المرافق للطلبة أهم منه بشوف العوامل المساعدة كمعامل كمكتبات كأجهز كمبيوتر كما كأهم والأهم جودة التعليم والحقيقة يعني لما بتلاقي فصل متميز ده بيرجع إلى المدرس أو المدرسة لما بتلاقي عدد من الفصول بيرجع إلى ناظر المدرسة القيادة اللي موجودة بتلاقي عدد من المدارس في منطقة جغرافية بقى مدير الأدارة التعليمية فالحياة هي منظومة مبنية على قدرة الأشخاص على توصيل رسالة الدولة ترجمة نانسي قنقر